مناورات سياسية لا أكثر ذاك ما ينطبق على التصريحات والمواقف الصادرة عن كل من الرياضي وطهران على خلفية الحرب الدائرة في اليمن والتي تعكس ظاهريا رغبة البلدين في إنهاء هذه الحرب بأسرع وقت ممكن واستنادا إلى هذه التصريحات بات التوجه إلى إنهاء الحرب في اليمن محصلة طبيعية لسنوات من التوظيف المتعمد لهذه الحرب في بناء النفوذ الإقليمي لكل من إيران والسعودية والتنافس على فرض هذا النفوذ انطلاقا من الاعتبارات الجيوسياسية لكل البلدين في أول ظهور الله في الإعلام الأمريكي بعد مقتل خاشغجي وفي البرنامج الشهير ستون دقيقة الذي تبثه قناة سي بي اس كان اللافت فيما جاء على لسان ملي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تأكيده أن بلاده منفتحة على جميع المبادرات لحل سياسي في اليمن مع تمنيات بأن يحدث هذا اليوم قبل الغد بن سلمان اعتبر إعلان الحوثيين قبل بضعة أيام عن وقف إطلاق النار من جانبهم خطوة إيجابية للدفع للأمام نحو حوار سياسي أكثر جدية ونشاطا لكنه اشترط لتحقيق ذلك أن توقف إيران أولا دعمها لميليشيات الحوثيين ليكون الحل السياسي أسهل بكثير في المقابل تظهر تصريحات المسؤولين الإيرانيين مدى التوظيف الإيراني للحرب في اليمن في وقت كشفت فيه تطورات الأحداث الأخيرة أن ما يجري هو حرب مباشرة أو غير مباشرة بين الرياض وطهران على الساحة اليمنية أو بذريعة الحرب في اليمن وزير الخارجية جوى الضريف أوضح في تصريحات صحفية أن أطرافا دولية بذلت جهدا محمودا للحيلولة دون اتساع وتصعيد التوتر بين بلاده والسعودية إلا أن الطريق إلى ذلك واضح تماما ألا وهو إنهاء حرب اليمن كما جاء على لسانه فيما أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن الرئيس حسن روحاني تلقى رسائل من السعودية عبر قادة بعض الدول لكنه عقب على ذلك بالقول إذا كانت السعودية تريد فعلا تغيير سلوكها فنحن نرحب بذلك ونواد أن تكون إحدى الرسائل العلنية للسعودية هي إنهاء حرب اليمن شغلت الحرب الدائرة في اليمن حيزا محدودا في لقاء ولي العهد السعودي ضمن برنامج 60 دقيقة الأمريكية الشهير في وقت تشغل فيه الحرب نفسها اهتمام طهران التي تتوسل هذه الحرب ذريعة للتغطية على صراع متعدد الدوافع مع المملكة ولكسر حصار غير مسبوق تتعرض له من قبل واشنطن والعالم يكاد أن يوقف تماما صادراتها النفطية ويضرب اقتصادها في مقتن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر